أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري مباشرة من قناة السابعة توجى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في نهاية مثير احتضنه إصطاد القاهرة ليلة أمس وسجل الهدف برجاح الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة الثانية من عمر المواجهة ومباشرة بعد إعلان الحكم عن نهاية المباراة نزل آلاف المواطنين بمختلف ولايات الوطن إلى الشوارع والساحات تحبيرا عن فرحتهم بأداء الخضر وعاشت الجزائر ليلة بيضاء بعد تتويج بالكأس الإفريقية الثانية ومن المقرر أن تحط طائرة المنتخب الوطني بعد قليل بمطار هوارب مدين عائدة بالكأس الإفريقية الثانية في تاريخ الجزائر كما سيقوم أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي بجولة في شوارع العاصمة قبل التنقل إلى قصر الشعب أين سيحظون باستقبال الأبطال من قبل رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح